إذن هنا سنستكمل أبنائي هذا الاختبار والذي هو من تجميع الاستاذ عوفي العوفي وننتقل إلى Reading 2 وكما نرى Reading 2 تأتي فقرة طويلة وعليها أسئلة من أسئلة الاختيار المتعدد سبعة أسئلة كما نلاحظ أو ثمانية أسئلة عفوا ثمانية أسئلة وأسفل كل سؤال هناك ثلاث خيارات الطالب لا يقرأ الفقرة لأنه سيضيع عليه الوقت وإنما يذهب مباشرة إلى السؤال ويحدد فيه كلمات مفتاحية كما أسلفت ويذهب وسيجد الإجابة عند هذه الكلمات المفتاحية بكل سهولة فنلاحظ أن هنا Paul started his trip in إذن نذهب إلى started أو trip ونبحث عنه في الفقرة السريعة هذه trip ونشوف from where إذن لاحظ ما هي الإجابة التي يعرف الإجابة يتحدث لأن هذه واضحة about إذن بكل سهولة نجد الإجابة إذن يضلل الطالب عند about the second day Paul decided to إذن يذهب الطالب ويبحث عن the second day يبحث عن the second day تمام إذن هنا on the third day معنى ذلك يبحث هذا هو the first day و the next morning وهذا سيجد الإجابة إذن ما هي الإجابة يا أبنائي ما هي الإجابة إذن واضحة I swam around the reefs for several hours إذن واضحة the next morning إذن هذا كان the first day إذن هذه the next morning معنى هاليوم الثاني وهذا طبعاً اليوم الثالث إذن هو يريد اليوم الثاني هذا إذن إجابة يا شباب ما هي هنا I swam around the reef Very good واضحة الإجابة Mount Otimano is above sea level إذن هنا عدنا خيارات 140 miles 225 kilometers 728 meters إذن أين سنجد الإجابة عند Mount Otimano إذن أو sea level إذن نبحث عن هذه الكلمات هذه Mount Otimano وهذه sea level وهذا عنكم الرقم ينتظركم 728 واضح إذن وين هي الإجابة بتكون هذه 700 last one إذن واضحة الإجابة شفتكي في سهل الاختبار يا أبنائي نتمنى من الجميع المشاركة Bulls wound was caused by إذن هنا wound جرح وله معنى آخر الجرح هو cut كما نلاحظ إذن إيه السبب هذا الجرح بحثوا عنه يا شباب ما هو السبب من رأى السبب أنا أعطيكم خيارات موجود الخيارات هذه يا شباب a hungry shark ولا sharp coral ولا a careless guide لسبب له هذا الجرح إذن واضح الآن نحطوا الإجابة يا شباب هذه the sharp coral هذا واضح واضحة الإجابة صح إذن واضحة الإجابة عند الكلمة المفتاحية إذن sharp coral تمام the best time to visit Borabora is from إذن January to May or May to October or October to December إذن visit Borabora نبحث عنها وسنجد هذه to visit Borabora بحثوا from May to October May to October واضحة الإجابة إذن شوفوا التوقيت وبتعرفوا إن نحن May to October نجد الإجابات بسرعة مطلقة لأننا نستخدم الكيورد Paul enjoyed the most snorkeling or water skiing or the cultural events إذن نبحث عن enjoyed وأيضا the most ونبحث عنه يا شباب هذه enjoyed most وبحثوا على الإجابات يا شباب cultural events cultural events ممتاز لاحظوا مرة الإجابة تكون جنب الكلمة المفتاحية إذن هذه cultural events وأضحى الإجابة the letter shows that Paul had a positive or neutral or negative impression of Borabora إذن من خلال الكلام وهذا هذا الكلام هل هو يعني يحب Borabora ولا لا مش 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 تفهموا من كلامه هنا لما قال I wanted to stay on this island forever أردت أن بوزيتف إذن بوزيتف واضح إنه بوزيتف نعم بوزيتف نعم مشاعر إيجابية تجاه Borabora ممتاز إذن ننتقل إلى فقرة أخرى تأتيكم فقرة أخرى وعليها نسي ثماني تسئلة شفتوا هناك أخذنا خمس دقائق وأقل خالد is going to be working at the resource station australian or new zeland or russian إذن resource station سنجد عندها الإجابة كمفتاح أين هي هذه resource center أوكي يالله وين موجودة روسيا وينها إذن the russian resource إذن إذن معناها the russian resource center and resource station إذن معناها russian very good russian إذن الإجابة واضحة russian بكل سهولة أحمد is studying the in Antarctica إذن نبحث عن studying ونشوف ماذا طبعا نشوف الخيارات يا شباب wild animals or the egg of the ice ولا plant life إذن ماذا يبحث يقوم ببحث في Antarctica عن أحد هذه الأشياء إذن studying ونشوف يا أبناء طبعا نشوف هذا research center وبحث لماذا هناك plants and white elements هذا طبعا to learn more هي research to learn more هي research تمام إذن إيش اللي جاب واضحة لجاب واضحة about the ice about the ice as it the oldest ice in the world إذن بحث عن ال ice واضحة لجاب ice ماذا كار plants when plants shift to the plants ماذا كار plants إذن هنا about the ice إذن لجاب واضحة إذن the egg of the ice إذن إجاب الصحيحة أحمد advice about clothes is to buy a heavy jacket bring jeans and t-shirts or order a thick freezer suit إذن clothes نبحث عن clothes سنجد اللي جاب هذه يا أبناء clothes إيش اللي جاب يا شباب جين and t-shirt إذن جين and t-shirt كفيا إذن اللي جاب واضحة يا جين and t-shirt إذن إجاب واضحة سمام according to أحمد tourists will visit Antarctica this year إذن 10 thousand or 20 thousand or 30 thousand شوف will visit إذن هذي tourists هذي this season وشوف الراقم موجود قام this season ما هي اللي جاب يا بنا 30 thousand 30 thousand people إذن من خلال this season this year هذا الموسم نس شيء this year تمام ووزت إذن لجاب 30 thousand واضحة لجاب أحمد said that one tourist repairs his equipment or delayed a project or reported the researcher إذن one tourist نبحث عنها إذن هذا tourist ماذا فعل قرية لبعد هذا هي معناه هو هذا السائح ماذا فعل مش نتيجة ما فعله ماذا ماذا فعل ماذا فعل delayed delayed إذن which delayed the completion of our work إذن أخرا إكمال للي العمل إذن هذه لجاب واضحة إذن delayed a project عمل مشروع تمام the governments or green pieces or researchers report stated that tourists have destroyed the environment in Antarctica إذن من الذي destroyed the environment من الذي قال هذا الكلام إذن هذا destroyed the place إذن من هم ماذا إجابة green base green base هذه موجودة الإجابة متاز لازم يكون لما حين إذن green base هذه موجودة بسهولة rules and regulations in Antarctica are made by locals or government or states نبحث عن rules and regulations نبحث عن rules and regulations وشوفوا من مسؤول عنها الحكومة أمن العلماء أمن ما الذي sit the rule sit يعني هو الذي scientist from 13 countries من 13 دولة عملوا معا لوضح هذه التنظيمات وهذه إذن معنى ذلك scientist واضح الإجابة أحمد believes that tourism should be banned يحضر يحضر يعني يعني يصير محظور ولا reduce يقلل ولا encounter encourage يشجع عليه إذن هنا بتحصل الإجابة يا شباب هنا في ذا المكان إذن من كلام ماذا إذن يعني اتجاه يحضر أم يقلل أم يتم تشجيع السياحة في الانترك باند باند والدليل مكتوبنا باستوب 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 أنه يوقف معناها يحضر إذن إجابة واضحة باند ممتاز أيضا هنا مثال لا ما يقلل هو قال ستوب ستوب يعني خلاص ستوب لما نقول ستوب يعني أوقف هذا ما ما ذكر يقلل لأن انتركتك حساسة بيا حساسة فما تحتاج يعني 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 سياح إذن ستوب توريزم وقف السياح معنا حضر ما تقليل ماريال ماريال فلايت مدقاشكر واز تشيب إكسبنسيف كونفتابول إذن عند فلايت وعند مدقاشكر سنجد الإجابة هل هي الكلام اللي فهمنا أنها تشيب رخيصة ولا إكسبنسيف ولا كونفتابول إذن هذه شباب من قشكر وهذه فلايت وبحث عن الإجابة ممتاز إكسبنسيف وين إجابة ممتاز وين ممتاز هذا كاتب مجهد وين ممتاز ممتاز هذا اللي نرغينا ممتاز طبعا إنك مكتوب مريحة وإنك تقول معناها هذا ما تمشي هناك معناها إكسبنسيف ممتاز معناها إكسبنسيف إنك كاتب ممتاز وتشيب طبعا الإجابة إكسبنسيف ماريا سبنت هنا فيرست نايت إن الترنيشنال هوتيل ولا الوكال هوم ولا انترنيشنال هوتيل إذن سبنت وفرست فلايت سنجد عندها الإجابة هذه سبنت وفرست فلايت ممتاز ما هي الإجابة شباب إنترنيشنال هوتيل هوتيل هذا واضح يا شباب وينها إنترنيشنال هوتيل معنا ذلك في فندوق عالمي إذن هذا الإنترنيشنال هوتيل واضح ممتاز سؤال لبعدك The local user to travel around the island train ولا mini bus ولا share taxi إذن the locals ونشوف travel around ونبحث عنهم بسرعة وين موجودة هذه travel around وهذه most ما لقاسي people معناها local المحليين ماذا استخدموا taxi because it's share yes shared taxi إذن share taxi إذن نجابة واضحة بسهولة the guide say that that can only be found in madagashkar إذن الساح هذا قال هم حيوان من هذه الحيوان تمكن أن تجدوا في madagashkar الهيبو ولا lemur ولا tiger إذن نشوف يا أبنائي هذا guide وبحث بتحصل الحيوان قال في المحيط إذن هذا الموجود المحيط إذن واضحة لجابة إذن المحيط بسرعة الطالب يستطيع نجد لجابة 90% of plants and animals on madagashkar are not found elsewhere because of the ocean currents التيارات المحيط ولا bad weather ولا high mountains إذن هذه النسبة راح تحصل عندها لجابة و plants of animals بحثول عن نسبة وينها هذه أبنائي وشوفوا لي يا شباب السبب strong ocean currents تيارات المحيط العنيفة إذن لجابة واضحة إذن هذه يا شباب ocean currents according to the guide's wife malagasy cuisine is influenced by ingredients إذن الزوجة هي التي سنجي عندها الإقابة هي من كلامها اللي أثر على أكلات المدغashkar ما هي إذن أي هي هل african and african ولا african نشوف الزوجة وين هذه الزوجة ومن كلامنا الزوجة بتفهموا يا شباب إيش هو التأثير african and asian african and asian واضحة لجابة شفت حصلناها بسهولة african and asian young people in madagashkar make up over of the population شوف النسبة إذن young people نبحث عنها هذه يا شباب under age إذن هذه young people وشوف يا شباب النسبة 60% ها إذن هذه under the age of 25 هذه between 25 and 60 هذه ليست هي المقصودة هذه من 25 إلى 60 سنة ولكن نريد young إذن young people وين نسبتهم 60% إذن 60% هذه نسبتهم يا شباب 60% 60% واضحة في بعض طلاب بيغلطوا بيروحوا حل النسبة الأخرى بيروحوا حل مثلا 30% لأنهم ما شافوا هذا العمر هذا ليس صغار هذا الصغار العقل من 25 سنة هم يعتبروا young On the last day Maria spent her time watching whales or watching choral dances or listening to the valiha إذن معنى ذلك on the last day بنحصل شي دليل هذه final نفس المعنى يا الله ويسو وت watching whales yes whale spotting whale spotting on an island whale spotting قالت هذا كله عن whales إذن حاجة في كلها فيها whales إذن معنى ذلك نشوف اللي جاب اللي فيها watching whales من spotting نفس شي مشاهدة الحيتان الآن هناك فقرة أخرى يا أبنائي وعلي كذلك أسئلة this email is sent to teacher classmate father إذن من خلال هذا الإيميل البداية حسوا مرسول حلمين قريوا بتعرفوا مرسول حلمين هنا ضللتكم بعض الأشياء اللي ساعلكم يعني مستر أنور هذا إيش وظيفته teacher teacher تمام ممتاز إذن فيها presentation we will be learning we present it to my classmate سأقدمه لزملائي معنى ذلك أن هنا للمعلم الرسالة لteacher للمعلم تمام فيصل we will present about in سلويسي إذن إيش بيكون موضوع البرزنتيشن مع الفيصل ترزب عن سياحة ولا وود عن خشاب ولا فاكتورز عن المصانع نشوف فيصل وبرزنت وينه فيصل إذن هذا مدام هو يقول مار بريزنتيشن لأن فيصل هو اللي كاتب الإيميل معناه بيقول مار بريزنتيشن وهذا سلويسي توريزم توريزم عن توريزم وكيف توريزم وكيف توريزم سلويسي سلويسي اسم هذه المنطقة إذن معنى ذلك واضح توريزم واضح الإجابة قبل هذا العام وين كانوا يعيشون أين كانوا يعيشون لكشوريوس هتيل ولا لوكال هاوس ولا مستيريس كيف نشوف هل في الكهوف ولا في بيوت العامة عام في فنها دقفارها إذن معنى ذلك سلويسي ونشوف هذا العام موجود معناه قبله هو قال بفور هذا الحين يتكلم عن هذا العام صح؟ بفور بعناه قبله وهذه stayed in ويش لقابة شباب لكشوريوس لقابة لقابة جدا إذن معنى ذلك وين لقابة حاوس في بيوت الناس المحليين بريتش 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 باكيكس 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 شوفوا الإجابة يا شباب بريتش 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 خلق وضعف أخرى أو قلل من المدخول يعني المصادر الدخل ولا قلل من يعني حياءة كريمة للحياة يعني العيش الكريم إذن شوف يا شباب constructing big hotels هذه new hotels وشوفوا للإجابة يا شباب إيش نتيجته إذن 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 قلل التوظيف وزاد من the island's income and raise the living standards وزاد من العيش الكريم إذن ما معنى ذلك اللي جاب وإذن إذن 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 زاد هنا زاد إذن إذن إيش اللي جاب great job لإجابة إذن يا أبناء create jobs lower income will reduce the standards of living هنا الإجابة موجودة في the new hotels هنا قلل ما الموظفين قلل يعني الباحثين عن عمل ما معنى قلل الباحثين عن عمل create jobs يعني create jobs إذن قلل الباحثين عن عمل غير متوظفين معناها create jobs واضحة إذن create jobs historically سلويسي was known for its industry إذن knowns for وحينجي famous وإذن fishing and farming ولا tourism ولا building materials نشوف يا شباب famous إذن هذه فيه famous for ستقدون عندها الإجابة well known okay fishing هنا fishing وagriculture زراعة وبوت building صناعة السفن weaving والنسيق تمام إذن هو طالب هناك حاجتين موجودات في الأعلى fishing and farming ولا tourism ولا building materials لم يذكر fishing and farming yes هناك جاية fishing وagriculture farming farming معناها الزراعة تمام وagriculture معناها أيضا الزراعة إذن agriculture زراعة هناك farming فما يخدعكم يا شباب نفس المعنى okay during that festival إذن إحتفال festival فيصل and his father felt amazed or disappointed or exhausted إذن مع festival سنجد الإجابة هذا الفستفال وشوفوا إيش كان انطباعهم هو أبو حصلت الإجابة واضحة الإجابة disappointed إذن disappointing and this was disappointing هذا مخيب للآمل معناها هما حسوا بخيبة الأمل إذن معناها الإجابة disappointed واضحة يميل جدا هذا أيضا فقرة مثال آخر Keith hasn't written for such a long time because she was ill busy out of time من كلامها هي تعتذر في يميلها من كلامها بنفهم هل هي كانت مريضة أم مشعولة أم ما كانت موجودة كانت خارج المدينة إذن هذه الكلمات cath and written هذه شباب write وطبعا هي اللي كاتبة ما لازم دور رسمها بتقول I هي طبعا هذه بتقول I busy busy منتاز I have been moving around so much كنت تتنقل كثيرا معنا ذلك كانت مشعولة بالتنقل إذن واضح أنها busy according to كاث بارج واز شي إما إما إذن نشوف يا شباب هذه الكلمتين إما بارج ونشوف هل bitter than ولا just as ولا not as nice as سنجد الإجابة يا شباب وين هذه الكلمتين أم أم كاث ما كانت حسب توقعها إذن واضح لجابة إذن معنا ذلك not as nice as من كلامها واضح أنه لم يكن يعني جيد كما كان كما توقعت كاث says christmas was نشوف exciting ولا difficult ولا as good as إذن مع christmas سنجد الإجابة هذه christmas mary christmas difficult because she missed her family difficult okay yes she said it wasn't really the same as being with everyone wasn't really the same as being with everyone إذن ما معنا من كلام إيش تحس من كلام ها difficult because she missed her family ممتاز لأن قالت هنا ماذا هي قالت قالت with everyone same as being with everyone معنا متقد أهلها إذن إذن it's tough being away from home حتى قالت هنا تمام إذن معنى ذلك صعب بعيد عن الأهل ممتاز نشوف في نيويورك فقط فلوس على ماذا توريزم أتراكشن ولا أتي ولا على رسيبيز رسيبيز هي الأكل يعني على فواتير الأكل نشوف يا شباب عند نيويورك سنقيد الإجابة هذه نيويورك إذن بتعرف الإجابة من خلال كلامها رسيبيز إذن رسيبيز هذه ما على فواتير الأكل على الواجبات الأكل إذن معنى ذلك وين حصلت الإجابة ها سبت most of my salary on eating ها سبت most of my salary on eating out ممتاز ممتاز واضح الإجابة إذن الطالب يروح بمرة ويضلل عند هذه الكلمة كاث لم يكن لدي الواجبات لإستخدام كاليفورنيا بسبب ها إذن ما حصلت فرصة تستكشف كاليفورنيا work commitments التزامات العمل ولا frequent travels سفر يعني متكرر ولا family commitments التزامات مع الأسرة نشوف كاليفورنيا سنقيد عندها الإجابة هذه كاليفورنيا ونشوف كديش ما كان معها وقت تكتشف كاليفورنيا frequent طبع تقولنا I was flying back to see مايكل every other weekend إذن تتردد عشان تلتقي بمايكل كل عطلة ما إيش معنى هنا من كلام إيش إذن frequent travels أيها منتاز frequent travels ما ذكرت عمل ولا ذكرت الفاملية ذكرت شخص واحد معناها frequent travels currently معنا حاليا كاليفورنيا أو فرانكفورت أو لندن نبحث عن الإجابة هنا now now ونشوف هواين الحين where I am where I am now frankfurt frankfurt ممتاز والآن أنا فيها frankfurt إذن إذن إيجابة واضحة يا شباب إنها frankfurt كاث and مايكل are نشوف هل thinking about how to spend more time together or working on where how we to hold the wedding or planning to get engaged إذن نشوف مايكل ونشوف وين هذا مايكل we can be in the same place at the same time for a while thinking about how to spend more time together this letter shows that kath has a impression towards london إذن من كلام ها هنا كلام ما عن london وتريد تتزوج في london حتى تعزم positive positive in london وبيتها لondon وتعزم صديقتها عشان تحضر زواك في london معناها أكيد positive إذن positive واضح أنه positive ننتقل إلى الريدنج الأخير يا شباب وهو الأصعب وفي يا شباب الو وش فلازم تحفظوهن وأنا شرحت سابقا ويرتسأل عن مكان إذن هاو من يتسأل عن عدد ويرتسأل عن شي وهو من هنا أيضا عن عدد ويرتسأل عن سبب وهنا هاو تسأل عن الطريقة أوكي إذن بعد بتعرفوهن أيضا نفس الشي حددوا كلمات مفتاحية في السؤال وستجدون الإجابة هنا the triple five group company ونشوف where is the headquarter headquarter معناها المقر أين مقر هذا إذن طالب المقر أي الدولة أي المكان فأين سنجد المكان في هذه الفقرة الكبيرة عند هذه العبارة المفتاحية the triple five group company نشوف نبحث عنها يا شباب هذه the triple five group company وشو هو وين موجودة من كندا من كندا إذن نكتب طالب إن كندا فقط ما مطلوب منه هذا كله إن كندا لو كتب إن إدمونتون إن كندا أيضا صح تمام إذا كتب مدينة ثم الدولة جميل جدا يعود للسؤال البعد how many معنا السؤال سألك عن عدد معين منه عدد من visitors do the three mega malls attract in the rear إذا نبحث عن mega malls وسنجد عدد الزوار لهذا المall أو هذه المالات نشوف يا شباب وينها هذه شباب mega malls attract وهذه كلمة attract موجودة شوفوا العدد يا شباب 112 million visitors 112 million visitors إذا فقط تكتب هذا يا شباب الرقم بس كفي وبعد ممكن كلمة over بعد أكثر من هذا العدد تمام إذن هذا الإجابة باختصار what تسأل عن شي what position is the west edmonton mall on the world shopping ranking list إذن ريد تقييم وتصنيف هذا الwest position يعني تصنيف إذن تصنيف هذا إذن إجابة مع the west edmonton mall وشوف تصنيف وين هذا يا شباب the west edmonton mall وهذه shopping ranking list موجودة the 23 biggest ممتاز the 23rd biggest هذا اللي تكتبو in the world هذا تكتبو فقط في الإجابة هذا تصنيف الثالث والعشرين how many hotels إذن هؤمن تساء عن عدد how many hotels does the west edmonton mall have نفس شي بتحصل عنده شوف عدد الهوتيل هات هاذا الهوتيل طبعا هذا هذا 2 2 hotels هاذا the American where the majority of tourists هاذا the majority of tourists وشوفوا لليش يحبوا هناك يا شباب it's it's world class tax three then هذا اللي جاب tax free shopping ما في ضرائب with no sales tax on clothing ممكن أيضا ينكمل لنهنا أو أي شيء ونكتب هذه الأشياء عن accessories إذن لو كتبنا tax free إذن هذا هو السبب معنى رخيص صح ما علي ضرائب حسنا كيف تستطيع من رديسون بلو hotel إلى المال of america إذن عند رديسون بلو hotel كيف أنت تتنقل من رديسون بلو إلى المال of america المال of america إذن رديسون بلو وين هذي يا شباب وشوف كيف تتنقل باي sky بريج أيوة قسر معلق باي sky بريج واضح إذن بقد تكتب sky bridge أو buy sky bridge واضح الجزء الثاني يأتيك هنا ستة أسئلة من أسئلة الخيارات وتعدل هنا أربعة بجموعة عشرة إذن إذن has the biggest number of shops نبحث عن shop ونشوف أي mall في أكبر عدد من المحلات ونبحث يا شباب أيهما إذن هذه shopping centers shops نفس shopping centers أيهما لما يقول it was it تعود إلى من لازم تقرأ قبله waste edmonton mall إذن the waste edmonton mall إذن معنى ذلك هل موجود yes هو the waste edmonton mall هو اللي في أكبر عدد in the waste edmonton mall and the américa dream mall visitors can نشوف هذا هذا قرينا عنه سابق فلقا نشوف هذا بنحصل عنده هل play golf ولا go ice skating ولا visit a mirror maze اذا نشوف يا شباب the american dream mall the american dream mall يا شباب يعني شي قاسم مشترك بين هذا وهذا بتحصل بلاي golf بلاي وين حصل تي golf اين تحت اوكي بنبحث عنه هذه golf course ممتاز اذا golf course هنا موجود ايضا عند golf هنا موجود طبعا يباله لكن تنقل عيونك بتحصل شي قاسم بشترك بينهن انه هنا golf وهنا golf لانه ذاكر هذا يعني المولين فاكيد play golf ممتاز during the global pandemic الجائحة هذه اللي هي مع COVID-19 the american dream mall lost US dollars اذا كم خسيرة هذا الفندق dream mall خلال الجائحة اذا global pandemic اذا منشوف كم مليون اذا بنشوف dollars بنشوف global pandemic هذه يا شباب global pandemic ليا COVID-19 شوفوا كم خسائره over 64 million 64 64 64 64 million واضح اذا شفتوا ساعدنكم هذه الكلمات مفتاحية the new america supreme mall will be located in نشوف هذا الفندق وين بي بني بني بنحصل بسهولة هذه شباب the american supreme mall in in where florida florida yes florida او mayami florida طبعا mayami مدينة florida هي العاصمة تلك المدينة تمام اذا واضحة اذا florida واضحة كم خضينا علي ممكن ما خضينا خمس دقائق ننتقل الى مثال اخر how مني قل تسأل عن عدد how must تسأل عن كمية اذا كمية ملح ويتسأل عن مكان ويتسأل عن شي عن خيار يعني بحيرة من عدة بحيرات وات تسأل عن شي ويتسأل عن سبب ويتسأل سؤال سؤال أول how many man made lakes are there in the world اذا كم عدد البحيرات التي صنعها الانسان man made lakes اذا ونبحث عن عددها اذا man made lakes بنحصل عندها الإقابة هذا يا شباب man made lakes كم العدد شباب واضح ولا ما واضح واضح العدد كم around 53 مليون around 53 مليون يعني هذا بحيرات صنعها الانسان وليس الصغيرة طبعا هي كبيرة تمام اذا ذكر العدد اكتب العدد how much salt ريد نسبة الملح لكل لتر of water does lake victoria continue إذن مع lake victoria شباب ستجدون الإجابة نبحث عن lake victoria هذا lake victoria وشوف نسبة الملح الملوحة less than one gram less than one gram of this one one gram إذن هذا فقط كتبه bare liter لكل liter إذن معنى ذلك تكتبه ذلك تلك النسبة how much where is the solstious lake in the world إذن أريد مكان في أملح بحيرة في العالم إذن solstious بنجد عندها الإجابة إذن هذه solstious like don john born in 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 atlantic he said second last lake in the world after 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 don't go on bond here number 1 إذن هذه second هذه تعتبر second هذه تعتبر first جاء بعد بعد هذه معناها هذه هي الأولى إذن تكتب اسم البحيرة جميل جدا what is the second largest hot water lake in the world إذن أين ستلاقي اللقابة مع hot water lake ويريد second هو ياضح نبحث عن hot هذه شباب لقابة where second largest hot water lake إيش هي هو طالب وير صح yes لا وط كاتب وط يسمها طالب يسمها وليس مكانها boiling lake إذن بحيرة التي تقلي إذن boiling lake بحيرة الغاليان الآن يسمها وليس مكانها لو طالب مكانها هذا ما قول Dominican Republic يمهورية الدومنيكان إذن هو ما طالب المكان طالب الاسم تمام إذا نبحث عن هذه البحيرة ونشوف ليش هي تستقطب السياح ونشوف هذه البحيرة وين موجودة هذه يا شباب وين هذه لا لقونا كولورادا دوروا لشباب كيف ليش تستقطب إيش فيها ميت لون مياه حمراء فهذا هو أي واحد يسمع عن شي بحيرة حتى معنا نحن أعتقد في الوسطى بحيرة وردية وردية فأكيد يزوروها كثيرين ليش لأنه شي نادر شي عقيم هذا السبب إذا كتبوا سبب سبب يا شباب إذا هذا فلامينجو بنشوف أكثر شي أي بحيرة تكذب ها جلي فش ليك ولا ليك فيكتوريا ولا لقونا كولورادو ليك إذا نبحث عن فلامينجو ونشوف وين بنحصلها مع أي بحيرة مرتبطة وين هالفلامينجو هذه يا شباب الفلامينجو وشوفها وين موجودة جلي فش ليك جلي فش ليك إذن إذا تتراك سندر ميجران بيرز سبيش الفلامينجو جلي فش ليك لوكيت إن بلو إذن مع ذلك الإجابة واضحة جلي فش ليك واضحة يا شباب بس بس هذه جلي فش ليك هل ارتباطها مع لانجو كل رادو قر يا شباب إذن كله إت يا شباب إت مدام إت وما جيتنا الجيل فش ليك سابقا معنا ذلك هذه كلهم يعودا إلى هذا يا شباب إذن الفلامينجو جاي مع هذه الجملة وهذه الجملة تبدأ بإت وإت هذه تعود إلى هذه لأنه ما دخلت هذه الجيل في شليك هنا عشان يجي ضميرها إذن معناها هذا الإجابة يا شباب لأن لأن هذه جاءت بعد الفلسطوب لاحظت لن تبدأ موضوع جديد أي هذا موضوع جديد إذن هذه كله مرتبطة مع هذه يا شباب لا نقول كولورادو إذن هي الإجابة يا شباب هذه هي الإجابة إذن نشوف سنوركيلرز بنحصل عندها الإجابة وأيضا هذه جولدن جيلفش إذن هل هي هارمليس غير مؤذية ولا هارتفول مؤذية يعني مؤلمة ولا دينجرس خطيرة ونشوف الجولدن جيلفش هذا السمك الذهبي جيلفش الذهبية إذن نشوف سنوركيلرز أواصيد هذه سنوركيلرز وقريولي إيش علاقتهم مع الجولدن جيلفش نشوف نشوف لإجابة نشوف نشوف ممتاز إذن نشوف معنى الإجابة هارمليس هارمليس نفس المعنى نشوف معنى هارمليس فقط تلاعب بالألفاظ The length of lake ناصر is miles إذن بنحصل كلمة قريبة من length وأيضا نبحث في lake ناصر بنحصل يا شباب طبعا length طول وليس العرض نبحث عن lake ناصر ونشوف كم عرض هذه lake ناصر كم العرض يا شباب 341 341 miles هذا يا شباب طبعا ما نروح حذركم لأن هذا مال wide مال العرض عرض هو يريد طولها length قاية من long إذن هذا العدد يا شباب نبحث عنه وينه طبعا قايب إنه بالحروف إذن 341 قايب إنه هو بالحروف هناك بالأرقام ونقاوب بالحروف تمام حتى 22 قايب إنه مال العرض وينها 22 قايب إنه عشان يلخبط بالطالب بس طالب ذكي شاف هنا long بيعرف إنه طالبنا الطول وليس العرض طول البحير بحية ناصر the lake caribia has caused a lot of earthquakes إذن هذه ما الذي يسبب هذه يعني شيء فيها هذه البحيرة يسبب الزلازل location موقعها ولا pressure of water ضغط الماء فيها ولا source of water coming into المصدر اللي يأتي منه الماء هو لسبب الزلازل إذن lake caribia أو إذن منحصل عندها الإجابة هذه شباب earthquakes وهذه طبعا البحيرة يرى بحثوا لإيش السبب اللي يسبب هذه الزلازل عصلتوا لإجابة يا شباب pressure of water هذه pressure large quantity of water هذه ممتاز إذن هو هذا السبب لسبب الزلازل وإذن وإذن pressure of water in lake caribia ممتاز الزلازل واضحة هنا مثال آخر فقرة طويلة وعليها أيضا أسئلة هنا هو تسأل عن شخص أو أشخاص واتسأل عن شيء ويتسأل عن مكان ويتسأل عن السبب واتسأل عن شيء هو تسأل عن الطريقة أو الآلية يقرأ طالب السؤال يحدد فيه كلمات مفتاحية أيضا who can participate in this movement إذن participate بنحصل هناك معنى آخر لها وهو take part take part إذن take part بعد يشارك وparticipate يشارك وطالب الأشخاص اللي ممكن يشاركوا في هذه الموذمن the buy nothing movement family and friends family and friends وين حصلت يا family and friends family and friends take part and learn take part and learn but شيء بعد anyone anyone هذا الإجابة anyone can take part anyone أي شخص امتاز فقط إذن طالب يكتب فقط anyone what does buy nothing they emphasize على ماذا يؤكد هذا buy إذن نشوف يا شباب لجابة أوكي على ماذا يركز هذا يا شباب إذن نبحث عن buy nothing they وhighlights نفس emphasize إذن buy nothing حصلناها ويمphasize حصلنا highlights highlights يعني نشيء يؤكد على نصلي تضوء على the environmental and ethical consequences consequences ممتاز أوكي إذن هذا هو شباب environmental and ethical إذن بي وأخلاقي تمام consequences of consumerism لهو الاستهلاك تمام إذن هذا الإجابة واضحة يا شباب هل نركز عليه buy nothing they لو نطبك ونحن نستفيد where does the movement originate إذن نبحث عن originate ونشوف المكان where وهذا يا شباب originated وين موجودة ليا buy nothing canada in canada in canada واضحة الإجابة يا شباب ممتاز what is the worth taking labor to developing countries إذن نبحث عن labor و developing countries ونشوف why ونشوف السبب هذه labor وهذه developing countries السبب to produce goods to produce goods because it is cheap إذن برغط to produce إذن هذا سبب to produce goods فقط تمام ممتاز what is the sharing to supermarkets and big stores إذن إيش هو التحدي التحدي لي واقع supermarkets and big stores نبحث عن الإجابة إذن هذه تحدي وهذه supermarkets and big stores إيش هو التحدي يا شباب remove unnecessary backing from their stores برغط وهذه اللي اللحظ لما يعم العروض ما حد يشتري هن الحين وين هذا لما نرمي هن بيروح هن كل في البيئة فهذا يعني تحدي عليهم أنه يزيل هذي الطبعا غير ضرورية from their stores إذن هذه هي الإجابة واضحة how can you help the success of buy nothing they كيف تم كن ساعد إذن can you إذن نريد الآلية إذن it's your day how can tell all your friends about buy nothing day very good tell your friends about buy nothing day تخبرهم عن buy nothing day يوم لا تشتري فيه هذا حركة قاموا بها بعض الأشخاص إذن هي الواضحة ننتقل إلى الجزء الثاني in Britain and and adult إذن في بريطانيا أي واحد بالغ شخص بالغ يدين بكم دولار to credit cards إذن شوف يا شباب credit cards عند هالإجابة أو هذه الكلمة أو هذه أو هذه إذن شوف هذه يا شباب adult وهذه credit card الكلمة أو وهذه بريتش شوف كم دولار 617 dollars 617 dollars bare adult ما شاء الله إذن إذن شوف هالموجود الإجابة وينها 600 and كم كلنا and 17 17 17 17 ما 17 نقال 70 توقع إذن 670 70 dollars for bare adult إذن ينكلفهم كثير the two friends who did the buy nothing experiment only bought for 12 months إذن معنا هناك صديقين قرر مقاطعة أشياء كثيرة ولكن خلال تلك الفترة أي سنة ماذا أكثر شي قاطعه تكرر يعني في تلك الفترتين فنبحث عن two friends وين هذه two friends خبرتكم الكلمات المفتاحية مهمة يا شباب بلغم إسدوار only food buying only food okay buying when إذن أول شيء can spend a year working towards buying only food okay towards buying only food okay okay so ماذا يقول يا شباب the two friends who did the buy nothing experiment only bought إذن إذن معناها واضحة لجابة buy only ماذا هم قالوا buy only only food only food وين هم الصديقين راح two friends yes buying only food إذن فقط اشتروا خلال السنة طعام إذن واضحة لجابة foods ممتاز buy nothing day is a protest against protest against إذن هذه shopping malls ولا over consumption ولا credit cards إذن هل هي ضد المولات التسوق ولا الشراء المفرط ولا credit cards ونشوف protest against نبحث عنها وين ها عند شاه protest against protest okay هذا بدجي the the idea what's the question خيارات يقول over consumption protest against إذن هذه هي ضد ماذا من خلال قرائدنا ضد ماذا هل إيقاف shopping malls يعني لما يقول يوم لا تشترى في over consumption إذن معناها الإفراط ضد الإفراط في ماذا يعني الإفراط في الاستهلاك تمام واضح ما ذكر credit card ولا shopping malls ما نريد علاقتنا بالshopping malls حتى الأخوين لماذا قاطع منتجات كثيرة عشان إفراط في الشراء يقضى على الإفراط في الشراء if everyone followed the buy nothing ID the environment would be من خلال قرائتنا لو إن شخص طبق هذه الفكرة اللي هي مع buy nothing ماذا تتوقع the environment would be clean نظيفة contaminated طبعا contaminated معناها متسخة يعني كيف ما نقول زبالة تمام ملوثة يعني وفلثي معناها not clean إذن معناها فلثي كيف لو نحن طبقنا هذا يا شباب clean إذن بيقلن بيقلن يعني الأكياس بيقلن أشياء كثيرة عن البيئة معناها أكيد إنه بتكون البيئة clean نظيفة وليس ملوثة وليس متسخة قدرة إذن فلثي قدر مثلا he wears فلثي clothes معنا ذلك هو يرتدي ملابس قدرة فلثي حتى للملابس وكنت contaminated معناها يعني ملوث نفس بليوت طبعا مستحيل إذن هذه هي الأنسب إذن كان هذا ابناء نهاية حصة اليوم إذن إن شاء الله بتكون حصة يمكن غدا في الليل ما أعرف عن الرايتينج تمام شباب إذن شكرا لكم عن الحضور وطولنا عليكم نراكم على خير الحصة إن شاء الله بتكون موجودة في اليوتيوب شكرا يا أبناء